السدارة المحلية إلى أين وصلت الاستعدادات التقرير ومن بعد نبدأ الحوار تم إنجاز كافة الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس المحلية المرتقبة والتي ستتم في موعدها المحدد الاستعدادات شملت تحديد المراكز الانتخابية وتجهيزها بكافة المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية وتجهيز الغرف السرية الخاصة بكل مركز أما عدد المرشحين لانتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية في مختلف الدوائر الانتخابية فقد بلغا اثنين واربعين الفا وثمانمائة وتسعة وثمانين مرشحا يتنافسون على سبعة عشر الفا وخمسمائة وثمانية وثمانين مقعدا موزعا بين مجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات في مختلف أنحاء سوريا وكان المرسوم رقم 391 للعام 2011 قد حدد موعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية يوم الاثنين الثاني عشر من كانون الأول 2011 كما شكلت اللجنة العليا للانتخابات بموجب المرسوم رقم 374 للعام 2011 وتكونت من خمسة قضاة من مستشاري محكمة النقد ليتولى القضاء الاشراف الكامل على إدارة العملية الانتخابية وآلية عملها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وديمقراطيتها واستخلالية قراراتها من جهتها شكلت اللجنة العليا لجانا فرعية في المحافظات يرأسها قاد بمرتبة مستشار في الاستئناف وعضوان آخران من القضاء وتعكس المجالس المحلية بمفهومها العام اهتمامات المواطن وبالتالي فهي تعتبر اللبنة الأولى في وضع الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية كون الوحدة الإدارية مهما كان صغرها أو كبرها هي حلقة الوصل الأولى بين المواطن والجهات الإدارية إضافة إلى أنها المدخل الوحيد لتقديم الخدمات له لذلك تعتبر أي وحدة إدارية الأداة التي يمكن من خلالها الوصول إلى تلبية احتياجات المواطنين وجاء صدور المرسوم التشريعي رقم 125 للعام 2011 القاضي بأن يمارس الناخب حقه في الانتخاب بموجب بطاقته الشخصية ليسهل على الناخب عملية الانتخاب خاصة لمن لم يحصل على البطاقة الانتخابية يذكر أخيرا أن قانون الانتخابات العامة صدر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 موسيقى موسيقى موسيقى